مؤتمر دولي عقدته وزارة الخارجية الألمانية حول عملية السلام وأفق الاستقرار في اليمن المؤتمر دعي له المبعوث الأممي مارتين غريفث وسفراء دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والسعودية والإمارات بينما غابت عنه اليمن الحكومة أعلنت انزعاجها من عدم دعوتها لاجتماع يخص الشأن اليمني وقالت في بيان نشرته الخارجية اليمنية إن هذا يشكل تجاوزا مؤسفا في الوقت الذي يفترض بالمجتمع الدولي الوقوف بجانب الحكومة لتجاوز الأزمة الخارجية الألمانية بررت عدم دعوتها للحكومة اليمنية بأنها دعت إلى مؤتمر اللاعبين الرئيسيين في الملف اليمني فهل يعني ذلك أن الحكومة ليست لاعبا رئيسيا في الملف اليمني؟ وهل يعكس هذا التغييب حجم التأثير الحقيقي للحكومة الشرعية في الملف اليمني؟ هنا يبرز السؤال هل عمل المجتمع الدولي والإقليمي على إضعاف فاعلية الشرعية وتهميش دورها في الأروقة الدولية؟ أم أن فسادها وسوء إدارتها هو من أوصلها إلى هذا المستوى من التهميش؟ وسواء كان السبب الأول أو الثاني أو كلاهما معا فإن ذلك لا يلغي وجود أجندة دولية مشبوهة بشأن الملف اليمني تذهب باتجاه تعقيد الأزمة لا حلها مارتين غريفث الذي لا يزال يتحدث حول اتفاق السويد ويرفض أن يسمي الطرف المعرق للاتفاق رغم تجاوز الفترة المحددة يتهمه كثيرون برعاية وتمديد الأزمة اليمنية عبر سياسته المنحازة للحوثيين يقول البعض أن ما أضعف موقف الحكومة الشرعية داخليا وخارجيا هو عجزها وفسادها الأمر الذي حول الشرعية من مؤسسة ممثلة للشعب ومعبرة عن مصالحه إلى مجموعة من الفاسدين والمتفيدين ما جعل هذه السلطة تصبح عبءا على القضية اليمنية بدلا من أن تكون حاملها اجتماع ألمانيا الذي غابت عنه الحكومة أو غيبت هو تلخيص مكثف لمستوى الحضور الباهت للحكومة في المحافل الدولية ورغم التفاؤل الكبير الذي أبداه البعض حال تسلم السيد خالد اليماني للوزارة إلا أن الوضع لم يتغير كثيرا كما كانت تنعقد عليه الآمال شكرا